نستهل نشرتنا من مدينة طنجة حيث جرى اليوم التوقيع على اتفاقية شراكة بقيمة تفوق مليار ومئتين وستين مليون درهم لتمويل مشاريع فلاحية لتحسين سلاسل التوزيع وتسويق المنتوجات المحلية ضمن برنامج التنمية لجهة طنجة تتوان الحسيمة وتنزيل استراتيجية الجيل الأخضر وجرى حفل التوقيع بحضور كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي ووالي جهة طنجة تتوان الحسيمة عامل عمالة طنجة أصيلة يونس التازي ورئيس مجلس الجهة عمر مورو والكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة توفيق مشرف وحسب عرض قدم بالمناسبة تفوق الكلفة الإجمالية للاتفاقية مليار ومعتين وستين مليون درهم تروم تحسين سلاسل توزيع المنتجات الفلاحية بالجهة من خلال بناء وتأهيل أسواق الجملة والمجازر والأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية ترجمة نانسي قنقر